السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طيب اليوم هنبدأ في الشابتر الأول من تعمادة الانجينيونيك بيكانيكس اللي هي الميكانيك الهندسية المادة هذه قدمهاك من الدكتور سفيان الحبيب طيب هنبدأ بالشابتر الأول الشابتر هذا اللي هو عنوان مقدمة للميكانيكس طيب في المحاضرة هذه هنشوف يعني كمحاضرة أولى هنشوف مقدمة وبعدين هنشوف المفردات الأساسية اللي لازم الطالب يكون فاهمها ويكون عرفها علشان يستعملها خلال المادة هذه طيب أول سؤال يمكن أن نترحه اللي هو ما معنى الميكانيكس طيب مثلا لو ناخذ أي جسم مثلا جسم هذا حيكون مثلا في حال تحركة أو حال تسكون علشان يكون مثلا في حال تحركة أكيد حتكون قوة خارجية فنازلة على الجسم هذا نفس الشيء علشان يكون في حال تسكون أكيد حتكون قوة خارجية ثانية مثلا هذه أفوان هذه أفتو وتجعل القوتين يجعل الجسم هذا يعني في حال تسكون يعني أيش المهمة بتاعت الميكانيكس الميكانيكس هي علم من العلوم حتدرس الحالة اللي يكون عليها الجسم زي ما شفنا يمكن تكون حال تسكون أو حالة يعني حركة لكن هذا هيكون تحت تأثير مجموعة من القوة ونحن نشوف إيش العلاقة بين مختلف القوة لتجعل الجسم هذا أما في حال تسكون أو في حالة تحركة يعني هذا هو يعني الهدف الرئيسي من المادة هذه السؤال الثاني يمكن نطرحه ليش ندرس الميكانيكس يعني ندرس الميكانيكس يعني من خلال العلوم هذه يصبح الطالب عارف يعني كيف يدرس التصميم متع أي هيكل من الهياكل اللي تجعل الجسم هذا يما يكون حسب الطلب يعني يمكن في حالة حركة أو في حالة سكون طيب هنا بتكون يعني الميكانيكس إلى نقصمها لما شايفين الميكانيكس نقصمها إلى فرعين الفرع الأول اللي هو استطيق والفرع الثاني اللي هو الديناميكا طيب استطيق هندرس الأسام اللي هي في حالة سكون يعني حالة سكون استطيق لما الجسم يكون في حالة حركة يعني هندرس الأسام اللي هي في حالة حركة هندرسها الديناميكا يعني المقرم بتاعنا هنقصمه إلى جزئين هنبدأ بأول جزء اللي هو استطيق بالنسبة للديناميكا يعني بطبحها هي بتنقصم إلى جزئين الجزء الأول هي يعني ستدرس نفس الشيء الحالة للجسام اللي هي في حالة حركة لكن في الحالة هذه سنعتبر أي جسم يتحرك على أساس أنه جزئة يعني ما يهمنا لا في حجبه ولا في شكله اللي يهمني أنه هو الجسم هذا يتحرك يعني سنعتبره على أساس أنه جزئة صغيرة تتحرك لكن لما ندرس الكينيتيكس الكينيتيكس طبعا هندرس الحركة لكن ما خلال الحركة هذه هندرس مدى تأثر الشكل أو حجب أو الماص الكتلة متاعت الجسم بالحركة يعني الحركة هتأثر بالشكل هذا يعني في الحالة ما يهمنا الشكل الحالة الثانية يهمنا الشكل في الحالتين هندرس الأساس المتحركة اللي هندرسها إطار الديناميكا هندرس بشرح كلمة استاتيكا استاتيكا هي الجزء أو فرع من الميكانيكا يعني اللي هي أول شيء هنبدأ به يعني في كل الحالات هندرس الأسام اللي هي أدرس يعني بحالة سكون طبعا مثلا لو ناخذ الطفل هذا اللي هو أو الطالب هذا اللي جالس على الكرسي أكيد هو في حالة سكون أكيد تحت تأثير قوة خارجية من بين القوة الخارجية اللي هي هذه القوة جايما كم شايفين قوة هذه خارجية هي لتجعله يكون في حال سكون نفس الشيء لو ناخذ الرافعة هذي أكيد الرافعة هذي علشان نرفع الكتلة هذي أكيد الكتلة هذي عندها يعني وازن اللي هو W أكيد هنا في قوة شد اللي هي ال-F أكيد في علاقة ما بين ال-F وال-W وهذا كمثال طبعا بتخلي تجعل الجسم هذا أو البضعة هذي بتكون في حالة ثبوت ثابتة يعني ما تتحرك أكيد في علاقة طبعا هذا كمثال هذا كله هندرسه في الصتيقة يعني في الصتيقة هندرس فيها الحالة هذي زي ما شفته اللي تكون فيها الأسام هذي في حالة سكون هنشوف إيش العلاقة ما بين القوة الخارجية وهي نازل على أي جسم ولا أي شكل تجعله يكون في حالة سكون هذا هو الهدف الستيقة بالنسبة للديناميكا يعني لما نقول ديناميكا يعني على طول هنفكر في الحركة كمثال على الحال الأسام للهي متحركة مثلا السيارة هذه في حالة حركة مثلا اتجاه للاتجاه نفس الشيء الدراجة هذه في حالة حركة طيب نفس الشيء هي الجزء الثاني من الميكانيكا اللي هي الديناميكا طبعا يعني هندرس في الديناميكا هذه الأجسام اللي هي في حالة حركة زي ما قلنا لكن إيش الشيء لخلي الأجسام هذه في حالة حركة أكيد فيه قوة خلف القوة أكيد كمان فيه عزم عزم اللي هي عزم القوة اللي هنشوفها يعني مدى تأثر يعني الحالتين هندرس مدى تأثر الحركة بالقوة وبالعزم يعني مدى تأثير العزم والقوة على الحركة وهذه مثلا السيارة هذه بالتحركة أكيد حيكون فيها سرعة وحيكون فيه تسارع أي نفس الشيء بالنسبة للدراجة هذه حيكون فيها سرعة وحيكون تسارع حنشوف إيش العلاقة ما بين السرعة والتسارع ومدى تأثر السرعة والتسارع بالقوى الخارجية اللي هي الفورس والحزم إذا كان فيه عزم طبعا الحين حنشوف المفردات الأساسية اللي حنستعملها في المقرر هذا من بين المفردات الأساسية حنبدأ بأول شيء اللي هو المفرد الأول اللي هو الريشد بودي يعني إيش الريشد بودي اللي هي الأجسام الصلبة يعني الجسم هذا مهما كانت القوى الخارجية عليه مهما لو ناخد أي شكل من الجسم هذا شكله ما يتغير مهما كانت القوى الخارجية يعني ما يتشوه يعني ما يغير شكله نعتبره جسم صلب يعني كل الأجسام اللي حندرسها في المقرر هذه هذا هو أجسام صلبة بالنسبة للمفرد الثاني اللي هو الطول طبعا الطول اللي هي يمكن تكون طول متع أي جسم الطول هذا يمكن يكون خط عمودي أو يمكن يكون خط منحني ويكون الطول طبعا الوحدة متع الطول اللي هي المتر المفرد الثالثة اللي هي الارية الارية يعني المساحة يعني لو ناخد أي شكل حتكون عنده مساحة طبعا حتكون متر سكوير الوحدة متع الطول المفرد الثاني اللي هو الفوليوم طبعا الحجم حيعتيك الحجم متع العسام طبعا لما نقول الحجم حنتكلم بالفضاء اللي ياخدوا الحجم هذا متع الجسم هذا حتكون الوحدة اللي بتاعه طبعا متر تكعير بالنسبة للمفرد الثاني المهم كثير اللي هو الفورس الفورس هذا طبعا اللي هي القوة اللي حتنزل على الجسم اللي حتخليه تحرك أو حتخليه في حال تكون طبعا أي قوة حتكون الوحدة متاحة اللي هي النيوتن بالنسبة للمص اللي هي يعني الكتلة متاعت المادة أكيد كل مادة عندها كتلة متاحة اللي هي الوحدة متاحة بالكيلو اغراف والمفرد الثاني اللي هو الويت طبعا من خلال المص يمكن حاصل الويت الويت اللي هي الوزن الوزن هذا اللي هو الدبليو اللي هي وحيكون المص هذي قيمة الكتلة في الجرافتي اللي هي الجي الجي هذي اللي حي نشوفها بعدين هتكون 9.81 يعني الوحدة بتاعت الويت بتكون طبعا النيوتن لأنها قوة وآخر مفرد اللي هو البرتكل يعني زي ما قلنا مثلا حنستعمل البرتكل وين حنستعملها زي ما قلنا منذ حين حنستعملها في الكينيماتيكس لأنه كل جسم حنعتبر له برتكل شو المقصود بالبرتكل يعني الأبعاد متاع الجسم هذي يعني ما ناخذها بالحين الاعتبار حنعتبر أي جسم مثلا وناخذ الجسم هذا حنعتبره يعني الكيفالنت متاعه هي برتكل لأنه يتكون من جزئيا يعني أنه كل جسم هذا يتكون من مجموعة من الأزاء اللي هي الأزاء هذي بتحصل على يعني على جسم واحد احنا الحين حنعتبر الجسم هذا على اساس أنه جزئيا واحد يعني اللي ما اهمني في الشكل بتاعه ولا اهمني في الحزم بتاعه اللي اهمني أنه أنه شيء بيتحرك مثلا هذا طبعا هنشوفه بالكينيماتيكس طيب اليوم نتفي بهذا القدر وإن شاء الله نقابل محاضرة أثن وشكرا ترجمة نانسي قنقر